السلام عليكم مرحبا بكم اسمي ياسين عشو لكم بحلقة جديدة ملعبتكم لعبات هيتمان اليوم ان شاء الله سنتابع تختيمات اللعبة بقيت لنا مهمة فقط من اللعبة وسننهي هيتمان اثنان بعد سندخل في هيتمان ثلاثة صراحة أنا متشوق لكي ألعب قصة هيتمان ثلاثة لأنها ستكون خرافية أكيد بدون أن أطيل عليكم هيا لكي نتمم التختيم بعد قتلنا الزعمة الجدد في منظمة الأرك اليوم سنفعل مهمة الـ Golden Shake بعد اختطافنا زعيم الـ Providence لقد ذكر لنا ثلاثة عائلات الثلاثة عائلات من بين أخطر العائلات التي علينا قطع رؤوسيا نهائية اللي كي نستطيعها أخيرا معرفة الحقيقة وإنقاذ العالم هؤلاء الشركاء خطيرون جدا لأنهم يستطيعون تخفية شخصيتهم بالإضافة كذلك إلى أنهم يستطيعون تحويل أموالهم بطريقة سيريالي سمتأكد كيف يفعلونها صديقتنا الهاكر استطعت تعقبهم لكننا لم تستطيع الحصول على المعلومات لكي نكشفها أولى الأشخاص ونعرف هويتهم الجديدة لأنهم خطيرون جدا في تغيير الهويات دائما ما يغيرون هويتهم لهذا السبب علينا اختراق بانك نعم يا رفاقي وعلينا تدمير سيئو الخاص بذلك البانك سرقة البيانات هناك يحضرها للهاكر صديقتنا وبهذه الطريقة في أن ستستطيعون معرفة هوية أولئك الأشخاص لكي نتعقبهم ونعرف أينهم ونقوم أخيرا بقنصهم الشخص الذي اختطفناه في المرة السابقة بالفعل أعطانا معلومات لكننا لم يعطين لكثير من المعلومات التي ستعرفون وستبيلناه أولا الأشخاص كما ذكرت لكم حاولوا هويتهم غيروا أسماءهم وفعلوا كثير من الأمور الغير قانونية لأن لديهم نفود كبير داخل من حكومة العالم يعني أنه سيصعب لهذا السبب يجب علينا اختراق ذلك البانك سرقة الديتابيز الخاصة بهم الأمر اللي يكون نستعلم أبدا لأننا سنقتحموا بانك واتي من بين المهام التي أحبها وأعشقها وسأحاول فعلها في أقل من نصف ساعة هذا هو التحدي إن شاء الله ولكن نستطيع الحصول على الديتا كلها سنحتاج لسرقة ثلاثة درايفز وليس درايف واحد أو اثنان نعم يا أسيقى يجب الحصول على ثلاثة درايفز وهاتي الدرايفز متفرقة على الشخصيات المهمة جدا والمشهور التي تشغل داخل منها درمانك وبالنسبة للدرايفز الأخير هو موجود في الأسفل في الفولت بالقربة من المنطقة التي يخبئون فيها الأموال ويخبئون فيها الدهب إلى آخره هناك يا أسيقى خبأوا السيرفر الكبير الدرايفر الأخير الذي فيه أغلب المعلومات ونحن دلآن سنقتحموا المنطقة ودعو مانا يا أسيقى لكانونيات المهمة بنجاحها مرحبا بنا في نيويورك البنك هو مفتوح كيف سنستطيع اقتحامها وكيف سنستطيع الوصول لتلك الفولت كيف سنستطيع وقاتل السي اي او المدير الخاص بهذا البنك لا أعلم بالضبط صديقتنا ديانا أخبرتنا بأن السي اي او دائما سنجدوها في غرفتها في الفوق بالنسبة لذلك الشخص الذي اسمه مينديز لديه كذلك يسبي علينا سرقة مينك هو يتجول في البنك وبالنسبة لي الفولت فإنها موجودة أسفل من البنك يجب علينا اختراقها لكي نخترقة تلك المنطقة انا متأكد ان علينا قاتل احد الحراس ارتداء ملابسين وبياتي الطريقة في اننا سنفعلها يا رفاق اول شي نشغل هذه الاستراتيجية ويجب علي تحدث مع احد هؤلاء الاشخاص مثلا هذا الشخص هو لي واحد يليكن يتحدث معه طلبت منه الالتقاء على انفراد لكي يتحدث معه في بعض من الامور سألني ماذا افعل ومن انا قلت له بانني اربح اموالا طائلة وبانني احتاج لسيفين اكاونت فتح حساب جديد معكم اسم المستعار الذي جئت به لكي افعل هاتي المهم ما هو ريبر ميستر ريبر حسنا يا صديقي الى ان سأخذوني لا اعلم نلحق به اوه هاتي الغرفة واوه هاتي الغرفة رائعة جدا لا يمكن لجلس هناك اوه قفلي اصيقاء النوافذ رأيتهم الان لن يستطع اي احد رؤيتها نعم اريد فتح حساب يا صديقي المهم سيبدأ في الكلام هاتي الغرفة لا تهموني لهذا السبس امسك ببيتي طريقة وريد فقط ارتداء ملابسي لكي استطيع الدخول للمناطق التي لم يمكن الدخول فيها لانهم سيعتقدون الان بانني اشتغل معهم وكذلك حصلنا على كي هذا الكي سينفعوني اسمه الجانيتر كي جميل جدا نفتح من النوافذ عادي جدا كأننا لم نفعل اي شيء وسأخذ الان هاتي لانها ممكن ان استعملها فيما بعد اذا دخلت هنا اوه ذلك الحاري سيكتشف امري على الاقل استطيع فتح هذه المنطقة هذا الشخص سيكتشف امري كذلك اوه حارسان سيكتشفان امري اذا دخلت اوه من هنا الفولت رأينا الفولت لكن قبل هذا علي الصعود للفوق لانني اريد قتل تلك الفتاة اولا وبعد محاولة الصعود للفوق اكتشفت بان هؤلاء الاشخاص تحددوا كيف هذا اوه تلك الفتاة ستكتشفوني اذا بقيت هكذا في الناس ستكتشفوني هي تنظر لي فاذا بي اكتشف بان هاته الفتاة لديها مشكل ما ساحاول مستعدتها يا صفاء لا تريدون مني ازعجها اعتقد باني لا ازعجها الان ولا اهتم لها نهائيا بل ساصعد لي للفوق لكي اكتشف بعض من الكليوز الاخرى لانهم قالوا لي انفيستيجيت روبي ريت كيف ساستطيع فعل انفيستيجيش اللي اعلم عدد النقاط البيضاء هنا في هذا المكان هي كثيرة جدا فهمت هذه هي عبارة عن انفيستيجيشن هي تشغل مع الصحافة وفي نفس الوقت هي امرأتهم مخابراتية تنتظر شخص مالي كي يحضر لها بعض من المهمة جدا وهذا الشخص كذلك لديه علاقة ما بتلك الفتاة تحدث وقال بان ستطرده او شيء من هذا القبيل ممكن ان نحتاجه وكذلك وبالنسبة لهذه الفتاة ها هي تحركت ولست متأكد الى اين استذهبوا بالضبط لهذا السبب سالحق بها ولايك الاشخاص سيكتشفونني اعتقد اني ساقفلوا الباب وهي الان بادأت اصيقائي تستحدث ننتظروا حتى تنهي الحديث وجدنا انت الجديد احد البانكرز سيتم ترضع هذا ما فهمت وهناك انفيستيجيشن لن يستطع الوصول لتلك الدوكيمنت كيف سنستطع استغلال هذا الامر لا اعلم اوه لديها الكيز وبالفعل لقد رأت جوناليس هاته الفتاة التي كادت انتران عندما اقتربت منها تلك المرأة الصحافية هي كذلك متواطئة يجب عليها ايجاد الدسكتوب يا اسيقاء ان احاول الذهاب لتلك المنطقة مشكلة مشكلة ذلك المغفل سيراني عليه ابتعاد بسرعة كبيرة هذا الكلب كذلك سيراني اسيقاء الجميع سيكتشفوني في هذه المنطقة سيعرفون باني لا اشتغل في المكان رغم كل هذا سأحاول التواغل للديسك بطريقة او باخرى هذا هو الديسك يمكنني فتح هذا الباب على الاقل اين هو الديسك هل هو هذا عليها ايجاد الدبوزيت كي هي تلك لا اعلم عدد الاعيون كتير الان في هذا المكان اكتشفت الدبوزيت بوكس اخيرا اياته ووجدت الكي ايجاد الدبوزيت بوكس اخيرا الان سننزل لكي نكتشف الان اخيرا ذلك الشخص لا قد اكتشفني يا رفاق رغم كل هذا اللي اهتملها اوه من هذا الشخص هذا هو الشخص يا اصيقاء الذي لديه اليو اس بي الاخرى اتسأل الان هل سيسمحوني لي لكي ادخل ام لا يفحلوك يا صديقي نعم سيسمحون هي هاته الفوت اتسأل الان كيف سستطيع الدخول للفوت هذا الحراس هائل هاته الفتاة هي تشتغل معنا تريد كذلك الدخول لتيك المنطقة لكن الحراس منعونا من الدخول المهم سانتظر تلك الفتاة حتى تستحرك و مشكلة 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 لا يجب ان ترى ان يدرقتني استكشفني والان سأحاول الدخول و ما منوع علي الدخول لتيك المنطقة بهاته الملابس هي لكي نتحرك بالسرعة 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 نختبئ حتى يتحرك رجال الشرطة بعدها سأتحرك كذلك بعد تغيير الملابس فانهم لم يكشفوني يا اسيقاء هم الان يبحثون وهناك شخص جاي 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 سأتجاهل وسأدخل وبيتصور على هاته المنطقة وهي لكي نفتح الدبوزيت بوكس على السريع حصلنا على الفايل شيء مرائع لكن صراحة علي تغيير الملابس يا اسيقاء لا يجب علي البقاء بهاته الملابس لانهم سيكشفوني في ايات لحظة هم يبحثون ماذا الشرطي و ماذا يوجد هنا ولا استطع الدخول لتلك المنطقة منطقة سيريا لن اهتم وسأتحرك عادي جدا نصعد للفوق الحمد لله النقاط اصبحت سوداء لم تعود بيضاء لقد خدعناهم ويجوكدهم كما نقول هناك حارس يكشفوني الان بعد الحصل على هاته الايفيدنس اكتشفنا بان صفالاس الديريكتر و فابي ينمان لم يعدوا يتمون كثيرا بالاموال الخاصة بالبنك وهاته الفتاة هل يمكن يتحدث معها لا استطيع الشيء الذي سافعله الان بمأنهم اكتشفوني ندخل لهذه الغرفة نفعل ونغير الملابس نرسدي ملابس العادية جدا بهذه الطريقة لين يكتشفني اي احد ولين يعرفوا نهائيا بانني انا هو الشخص الذي اصاب ذلك الشرطي وسأحاول تحدث مع هاته الفتاة ممكن ان تحدث معه نعم اصطيع اعطاها الريبورت جيد بعدما اعطيتها تلك الملفات لقد فرحت فرحا شديدا ستحدث ماركت اوبسيت شيء رائع الان انهينا لمهم الاولى انهينا لمهم الاولى التقينا بتلك الفتاة الاختباء في منطقة المالكة ورسلة ديرهم اووو ستوك راشد لم تفهموا ليسكي نائشة ستوك لقد نزل لقد خادعتها يا رفاق وهانا نحن دا سننزل في اي طلحات الآن سننزل رغم ان ذلك الشرطي لم يسمح لي بالمرور لكنني مرأت هناك شرطي اخر وهنا اوو هناك الكثير من الامر التي استطيع فعلها في هذا المكان كذلك بوكس ولدينا كيس حسنا سأستعمل هذه الاستراتيجية افتح الات طيبعة سيأتي الشرطي او سئة العامل إذا جاء الشرطي سأصيبه وإذا جاء العامل سأصيبه كذلك الشرطي هو الذي جاء نصيبه بهذه الطريقة كيفقد الوعي نضعه هنا ممكن أن يأتي العامل كذلك المهم لا أهتم للعامل كثيرا بل سأرتدي ملابس رجال الشرطة لأنها في هذه اللحظة لينكتشفوني رجال الشرطة الموجود هنا في هذا المكان لينكتشفوني وسأركز فقط في البحث عن مزيد من الكلوز هذه الغرفة أستطيع فتحها ما هذا الشيء؟ البروبين لدينا السوم الخاص بالفئران ذلك السوم سينفعني إذا لم ينفعني الآن فإنه سينفعني فيما بعد أوه هرأيتم أين نحن نحن في الأسفل بالقرب من اللي فالت أريد صراحة الصعود للأعلى وليس للأسفل هناك هذا الشخص بالقرب من ذلك الشرطي ذلك الشرطي ممكن أن يكتشفني سأتسلل وسأمر بهذه الطريقة وجيد وجدت هذه هذه ستسهيل عليهم أمارية فتح البيبان أنا متأكد أن هذا الشخص سيساعدني لكن استطيع قتل تلك الفتاة جيد لا أدخل لتلك الغرفة تلك الغرفة خطيرة بل سندخل هنا للمرحاض وهذا الكلب سأصيضع على السريع لأنه اكتشفني ونرتدي ملابسها البانكر جيد الآن على الأقل قللنا على أنفسنا العيون العيون التي استسرانا أصبحت قليلة اكتشفت شيئا ما هنا ما هذا الشيء رسالة ما أحد الأشخاص الذين يشتغلون في البانك لقد قام البانك بإلغاء عقده لست متأكد ماذا فعله بالضبط لكي يقوم بإلغاء عقده لكنهم ألغوها وأعتقد أنهم يتحدثون عن ذلك الشخص الذي رأيناه في الأسفل إذا تذكرتم ذلك الشخص هو الذي يتحدثون عنه هيا لكي نتجع عنده ونقوم بمساعدتي لا تقلق يا صديقي لا تقلق قرر إلغاء عقدك لا تقلق سنساعدك لكي تعود للأمل نعم بالفعل هو هذا يرفق هو أنا نمر بالقرب منه عادي جدا سأنتظره حتى يدور لأنه لدي سم الفئران سأستغل سم الفئران في إمكاني فعل استراتيج كذلك الورانش وضرب الشرطي وضربه بعدها لكن لن أفعلها بل سأستغله بهذه الطريقة وسأضع له سم الفئران لن يستطيع رؤيتي جيد لأنه سيأتي وسيشرب الماء هو الآن خائف خائف من أن يفقد عملها ننتظره حتى يشرب الماء وبعدها سنلحق بها نعم بالفعل مسكين أنا متأسف يا صديقي على الأقل لن يموت أحسب الغتيان والحمام قريب جدا منك يا صديقي لا تقلق فقط أدخل وتقيا عادي جدا وسنذهب لكي نلتقي بمدير البانك نخبئه أولا في الخزان لن أرتدي ملابسه الآن وبعدها سأخرج عادي جدا لأن هذا الشرطي إذا أرتديت ملابسه الآن سيكتشفني هناك شخصية تحرك نقطة سوداء نعم 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 هو هذا هو هذا سأقوم بإصابتي على السريع انتظر 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 سأصيب هذا الكلب كذلك على السريع يجب عليه إسقاطه للأرض هيا جيد لأن سمعني سمعني الكلب بعدما أصبت هذا المغفل وها هو يا ثقة لدي عدد هائي جدا من لكن لا مشكل نخبئ هذا الشخص هذا الشخص سأضعه هنا فقط وبالنسبة للشرطي سأخبئه لأني لا أريد من الشرطي أن يستيقض لأنه إذا استيقض سيتحتش مع رجال الشرطة الآخرين ورجال الشرطة فإنه معروف عليهم أنهم يتدربون إلى آخره يعني أنه ممكن أن يستيقض بسرعة هذا السبب سندخل هنا في الخزانة بسبب الظلمات فإنه لن يستيقض بسرعة وهذا الشخص لن أقتله بس أتركه يبقى على قيد الحياة وسنأخذ هذا الشيء نعم هي هاته جيد حصلنا على اليو اس بي الأولى راوعة جدا الآن سأرتدي الملابس الخاصة بهذا الشخص الذي أصبته في البداية فايرت بانكر وبعدها سندبلك نلتقي بالسي او وهي اتينا سافالس أنا جاي عندك يا اتينا أنا جاي الحمد لله حصلنا على اليو اس بي الأولى سنلتقي الآن باتينا وسنقوم بقتلها وبعدها ستبقى لنا فقط الفايلز الموجودة في الأسفل في الفولت وسنحاول سرقة تلك الفايلز لقد اقتربنا كثيرا ولا تنسوا بأننا أنزلنا الأسهم الخاص بالبانك السلام عليكم أريد الالتقاء بصافالة ولديها سكورتي كي كارد هرأيتم اذا استطعت الحصل على تلك الكي كارد ستساعدني كثيرا لقد طلب مني الدخول أين هي غرفتها نعم هي هيا لكي ندخل عنده ونتحدث معه لأنها قامت بطردنا سأجلس وهيا لكي نكتف لماذا قامت بطردي بالضبط اقتربت مني وجلست بناس الطريقة التي جلست بها زعيمة الأركي اذا تذكرتم نفس الطريقة تقريبا راجعت بعض من الملفات وأحد الملفات أتارات انتباهنا هنا وبما أنني شخص جيد جدا في عمله لا أغشل أي شيء قررت طاردي نعم يا رفاق هذه المنحطة تريدوا مني أن أقوم ببعض من الأعمال السيئة من أجلها لكني لا أفعلت تلك الأمور حتى ولو طارتني من العمل فإنني سأبقى وفيا لعملي وطلبت من اللقارت الآن الخروج شيء رائع حديثها فإن موميل لن أهتم كثيرا لن أهتم كثيرا لن أعرفك أنني ليس كثيرا لن أجل 47 يا إية والغبية نقتلها هناك كاميرا المراقبة أول شيء سأفعله نسدد على تلك الكاميرا بتلك الطريقة وبعدها سأجرها تعالي بسرعة بسرعة قبل أن ندخل للقارت لأن في أي لحظة القارت سيعودون لن نتركوا واحدها لمدة طويلة نخبئ ذلك المسدس ونأخذ هذا الشيء حصلت على الباكاوب وحصلت على شيء ما وها هو القارت الأول لقد جاء في إمكاني فعل إنفيسيجيشن نأفعلها الآن بل سأنتظره أووو دخل لكي اكتشيف تلك الكاميرا لماذا ضعت سندخل هنا وسنقوم باختراق الحاسوب الخاص بها ولماذا لا نقتل هذا القارت إذا استطعت قتلها وارتدأ ملابسها فإنني سأكون محظوظا جدا وسقوط للأرض أيها الكلب روعة ولدي كذلك منطقة وضع جسدي وبهذه الطريقة إذا نزلت للفولت لكي أسرق داتا ديسك الأخيرة فإنهم لن يكشفون نيائيا لأنهم سيعتقدون بأنني وليس قارد علي وحصلت على السي او كي مفتاح سي او ومن هذا الشخص أوو لديها صورة من داتل موجودة في الفولت هذا الشخص إذا استطعت وإصابتها فإنني سأستطيع أثقاء الحصول على جميع الديسا بدون النزول للفولت لدينا خياران يائم الحصول على نسخة الديسا أو النزول للفولت والحصول على الديسا لم يسمحوا لها لكي يا صعد لو سمحوا لها لكي يا صعد وانجو سأدمر المهم سنلحقوا بها وإذا وجدتوا فرصة مناسبة سأدمره هو المسؤول على جميع العمال من الصعب أثقائي تدمره بدون أن يكشفوني حسنا سأتركه وسأنزل للفولت نجربوا حدنا في الفولت اكتشفت غرفة الانترفيو يعني كان في إمكاني أن المجيء لهذه الغرفة والتحدث مع هذه الفتاة لي كي أشتغلها في البنك حانت لحظة نزول للفولت وجدوا وجدوا الجسد غيرت الملابس كثيرة اللي يكتشفوني نهائيا والآن لحظة الدخول يا أثقاء لهذه المنطقة واكتشاف الاستراتيجية التي علينا فيها لكي نستطيع الفاتح عدد الحراس هنا واحد اثنان ثلاثة آه ربعة حراس حسنا علي فعل شيء ما لكي يتحرك أحد أولئك الحراس هم ذلك الشخص في أنه سيكتشفون أنا متأكد أن ذلك الشخص بالأبيض هو المسؤول على تلك المنطقة يعني أنه سيكون لديه المفتاح الخاص بالفولت وهناك شخصان بالأبيض هذان شخصان بالأبيض أشك في أن يكون لديه مع علاقة بالأمر مفتاح جيد هم يلعبون البليستيشن غير مهتمين نهائيا لما يحدثوا حولهم أوه ماتي الغرفة ما هذا اكيد هذا ما سنفعله الانترنت الألم تعد تشتغل في حواسبهم وهنا وهنا جيد لديها علاقة بذلك الحارس هناك سأفعل هذه الاستراتيجية رأيتمها الآن سيأتي أحد أولئك الحراس عندي ممكن أن نحتاجه وسأختبئ هنا وننتظر ذلك الحارس حتى يأتي أنا متأكد أن سيأتي لكي يعيد وبالفعل ها هي نقطة بالأبيض جاية في الخريطة نستعمل السماعات في تدمير هذا الشخص أتمنى فقط أن لا يقتلها وأن يفقدها فقط الوعي ها رأيتمها بالفعل لقد جاء نقفل الباب كي لا يكتشفني أولئك لا لماذا دخل دغطت على إيلي كي أقفل الباب بسرعة 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 أمسك ذلك المغفل جيد 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 أفقدت الوعي يا صديقي وحصلت كذلك على شيء ما من الجيد أن لدينا صندوق نخبئه في ذلك الصندوق وهناك كذلك مسدس نأخذ المسدس والآن إذا ضغطت على هل سيأتي أحد الحراس الآخرون أم لا أم أنهم لن يتموا إذا جاءوا سأقتلهم سأفعل نفس الإستراتيجية وإذا لم يأتوا فيجب عليه الذهاب عندهم وقتلهم الواحد والآخر هذا الشخص القدر أنها تشفوه يجب تحرك بهذه السرعة كبيرة لكي لا يكتشفني وبالفعل رأيتمهم لم يأتوا نهاية الآن هي غير موجودة في إمكاني فتح هذه المنطقة لكن هناك علامة الحضر إذا رأاني هذا الشخص فإن سيخبرهم هذا السبب لا أغامر بل سأحاول قتلهم سأحاول تدميرهم ستعملوا هذه الإستراتيجية الثان بالفعل ها هو ذلك الشخص القد تحرك سيأتي للفان لكي يكتشفها وسأقتله وهناك صندوق من الجيد أن هناك الصندوق راوع جدا قابل أن يغيرها سأصيبه لأنني أريد من الشخص الآخر أن يأتي إذا أحص بالحرارة فإن سيأتي أنا متأكد بالفعل ها هو لقد جاء إذا رأى المسدد فإن سيحس بشيء ما لم يرى المسدد نعم لقد رأاه رأيتم نظر له قابل أن يتحدث أصبته حصلنا على بطاقة بطاقة سكيوريتي شيئ ما وها هو المسدد أخذته أخيرا نخبئه هنا وها هو الشخص الآخر كذلك زعيم زعيم سيأتي أحسب الحرارة نفتح تلك الكابينت ونكشف ماذا يوجد فيها وجدت السم كان في إمكاني فعل إصلاقية السم لذلك الشخص لكن بما أن الحرارة مرتفعة لقد جاء كي يغير الحرارة نفس الشيء سأفعله وسأصيبه كذلك بهذه الطريقة أوه هذا الشخص قتلته لا لم أريد قتله لم يموت لم يموت أصبته فقط بما أن لا يوجد أي صندوق لهذا السبب سأضع الجسده هناك فقط وسأأخذ هذا السلاح حتى مثلا إذا جاءوا فإني سأدمرهم هناك كذلك الشيئ فيها شيئ ما وهناك الديبوزيت بوكس انتظروا من ها هو المفتاح مفتاح الديبوزيت بوكس ها وجدنا بطاقة الفولت كذلك الفلاش بانك فلاش كورنيل ولما لا نفتح يا أصيقاء الفولت الآن من هنا جيد قد حدفنا سكوريتي والآن معلي فعله فقط هو فتح الفولت عادي جدا لن يكتشفني أي أحد الآن لأن أغلب الحراس هنا قد قتلتهم رجال الشرط أولئك لن يتموا لأمري واي الفولت فتحناها أخيرا ايجنت 47 فتح أخطر فولت في تاريخ شيش شيش رأيتم واحد اثنان ثلاثة واو والآن سنقوم بحدف سكوريتي سيستم كلا يكتشفوني ومبروك علينا الدخول وها هي الملفات هي هاته الديتا كور النسخة هذه الديتا موجودة عند ذلك الشخص الذي رأيناه لكن صراحة من السهل أن نزل هنا وفعل هذه الاستراتيجية وصرقة الأمور بسهولة وها هو الذهب رأيتم سأخذ قطع الذهب لأن هاته السكونية آخر ماما وبعدها سأتزل نهائيا أكيد سأخذ الذهب يا أصيقا نستغروا فرصة أي شيء وجدته فإنه سيكون نادر لماذا أصلا خبأوه في هاته المنطقة إذا لم يكن نادرا كل شيء سأسرقها كذلك هاته الكون سأسرقها هذا الفايلين كذلك سأسرقها وبعد سرقتنا كل شيء أعتقد بأننا أنهينا الماما بنجاح الحراس مغمى عليهم نأتي لأقرب إكزيت هاته ولكن الحراس سيكتفونني نتسلل بياتي الطريقة ويا أصيقاء لكي نأخذ هذه الشاحنة ونتحرك لماذا لا أستطيع ميسين كي أحتاج لمفتاح هذه الشاحنة لكي أستطيع أخذه لو وجدنا المفتاح الخاص بتلك الشاحنة لكان من السال علينا الهروب من المنطقة لكن بما أن المأجل المفتاح عدد نقاط البيضاء في الخريطة هائل أي شخص ولو كان بسيطا فإن في إمكاني اكتشافكم يا سيقاء وأخيرا وصلت لياتي للإكزيت الأخرى من الباب الخلفي سانة خروج لهذا السبب عليكم استثمار كثير من الوقت في لعبات هاتمان لكي تستطيعوا إيجاد جميع الأمور التي يستحتاجونها لأننا لو وجدنا المفتاح الخاص بتلك السيارة لا هربنا بسهولة تامة لكننا صعبنا على أنفسنا المأمور لأننا لم نجد ذلك المفتاح على الإكس بي فإن لا بس بي سبعة آلاف فقط مش نراتين نجمة واحدة فقط فعلتها في خلال 4.4 دقيقة لأنني لم أكتشف الكثير من الأمور لكن أعيدكم إذا أعطتها وكان لديها وقت في اكتشاف الأمور فإنني سأرفع عدد النجامات في هذه المهمة وبعد الحصول على الديتا خرجنا مباشرة التقابي من صديقنا غري وأخبرني بأن أوليفيا وجدت شيء أنماء ماذا وجدت لا أعلم قال لنا بأن علينا الذهاب والصفر وسيخبرني في الطريق قلنا إلى أين سنذهب قال لنا إلى الجنة والقصة ستصمر وننسى أنكم قلو وصليني يا سيد المقطع أتمنى أن أعجبكم كان معكم يا أساسين استودعكم الله وليدي الله صديق ودعا ولا تنسوا بأن السلام وخير خيتام